السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد و صمنا و صفاتي كانتنا تكونوا بخير و لا خير اليوم سنشارك معكم دي بانكيك اللي بلا زبدة غيجي و لداد و خفافهم بحل اللي احنا ديرين فيهم الزبدة و احنا بغن ديش ندير فيهم الزبدة سنحتاج على بركتي الله 1-4 معلقات السكر يعني مع القهانت و متتشوفه متوسطة ماشي كبيرة و ماشي صغيرة معلقات ملعقة الطعام اللي كتكون عندنا غادي نحتاج حبة من البيض و عندي كيس ديال سكر فانيلا عندي كاس ديال الحليب عندي اربع ملاعق من الزيت يعني احنا غنعودو الزبدة و غادي جيونا هدلي بانكيك خفاف و هشاش بحريشة و عندي كاس و اربع ديال الدقيق الخاص بالحلويات و من طبيعة الحال تما كتشوفو انا ضفت القريصة دين الملحم مهم اول حاجة هو انني كنخدم هدك السكار و السكار فاني مع البيضة مزيان مزيان حتى كيدو بلي هدك السكار من بعد غادي ندير هنا اربعة ديال ملاعق يعني نفس الملعقة اللي عبرت بيها هدك السكار كنعبر بيها حتى هي الزيت اربعة ديال الزيت و غادي نخلط عو تاني ذاك العناصر حتى كينس اجموليه البانكيك كل شيء يحمق عليه كبير و صغير و كين بزاف ديال طرق تقاسمت معكم اليوم هالطريقة هذي حتى هي كديناج حوزوينة و وخا ما فيش الزبطة راه تيجي حتى هو خفيف و انجاني غال البانكيك راه ما تيبقاش لانه الدرال يحمق عليه هنا غدي نضيف هذيك الكاس ديال الحليب بالنسبة للكاس ديال الحليب فتقريبا راه ما يعادل 15 غرم علقة ديال الحليب إلا بغيتوا تاخدوا العبارات كاملين بمعلقة سينو هتاخدوا العبارات كاملين سينو هتاخدوا العبارات بمعلقة و الكاس ديال الشاي المغريبي راه ما اروف ركين في اي دار لسيعة دياله 150 حتى 160 ميلي هنا غدي نضيف دقيق دفع دفع الدولة و غادي ننخلطها و من بعد غادي نضيف الدفع التانية بالنسبة لدقيق كاس وربع و انتوما دائما كتديروا ديال الكاس اللي ولاني و كتخلطوه على حساب يعني الدقيق ديال كيف شوه والخليط ديال البانكيك كيكون خفيف من ديال الكيك وتقيل على ديال البغرير و على ديال الكريب لانه هو تقريبا بحل المقادر ديال و بحل المقادر ديال الكيكا هادشي اللي كاين سوف غادي نضيف الدقيق في المجموعة درس كاس وربع مع كيس ديال الخمير سبعة او ثمانية جرام يعني بحل بحل عنده من نفس المفعول و غادي نخلط بالنسبة لنجاح الفانكيك بحل و في حل الكريب بحل يغفغ خصوه يرتاح منين كتخلطو الخليط ديال كم سافي كتسالي و كتخليوه يرتاح هنا يلا لاحظو فانا غادي نخدمه مزين 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 يعني في حل لك نحاول انا ندخل فيه اكبر نسبة من الهواء باش كي يجيني مهوي و مصفج و في هاد المرحلة غادي نضيف له يعني بعد ما خلطو ساليت غادي نضيف له مع القديل الخل باش هال البانكيك و خا يبقى و صراحة ما مبقاش و خا يبقى بنفس الطراوة ديال النهار للول تقدروا تناولوها كيك بارد او لا تعتاولوها لوليدة كيك بارد بلا ما تسخنوا كما تقدروا انكم تسخنوا في المقلاء او في البانينوز كيعطي يعني نفس النتيجة سافي غادي نغطي اليه و غادي نخليه يرتاح انا هنا يرانا خليته تقريبا واحد ساعة ساعتين حتل لابريميدي او حتل لاشية عاد باش طيبته بالنسبة للبانكيك فاي مقلة بطرر تكون مقلة ديال البغرير سافي كتتاخدوها هدي حيث مقلة جديدة عندي فانا دهنتها لول بالزبدة ولكن من عرفت انها زوينة ما كتلصقش سافي فخدمت بها بلا منذير الزبدة هانتوا ما شوفوا الخالط من بعد مرتاح كيبا لكم انه در واحد الفقاعات كان خلطو غير شوية من طبيعة الحال وكان بدك ان اخد تقريبا قياس ديال الجوج ديال ملاعق ديالطعام انا ايهنا يدرس بهذه المغرفة هدي وكان خليه من كيبا ليا بانه بدك يدير واحد الفقاعات من جناب او من الفوق يتوضغيها في ساعة كيتحمر إلا غفلتوا عليها سوف يتحرق لكم سافي هانتو ما انفك يبني در ديال الفقاعات ما زال فوق ديالو خضر كان قلبو وكان استمر يعني بنفس الطريقة ممكن ديروا بانكيكة الحساب انتو ما بعتوه كبير بعتوه صغير انا درتوا هكا متوسط اعطاني تقريبا خمسة عشر قطعة يجب ان تكون كبيرا وممكن ان تديروا في ذاك المقلات اللي عندها سبع ديال الحفيرات سوف يتسربيكم سافي غدي نستمر بنفس الطريقة كان دير القياس او للاعبار ديالي ومنين كيبدا كيبنيا هانتو ما بحل غديدير بحل غديدير بحل بغرير سافي كان قلبوه كان هزو بسباتول وكان قلبو هانتو ما راكي جي من الوسط ام هوي ويعني بحل بحل كيكمل داخل وفالا سافي هنا غادي نقلب هادي وغادي نكمل بنفس الطريقة كان نزلو فوق واحد المنديل باش ما يعراقش وصافي هدا ما كان يعني نظرنا انا قلت لكم كل شي هادشي كل اسرار ديال وصفه ديالبانكيك كاملة ضروري ما اننا نديرو منديل ونزلو فوق منو باش ما يعراقش لانو بحلو بحل بغرير مني تنزلو هكا راكي تنمط سافي هانتو ما الحبكي باش كاي جي مني تتحطوها راكي تنفخ يعني ما تكتروش بزاف ديالبانكي باش ميني تنفخ لكم كي يجي هكاك مزيان حدو قدو مش يجيكم منفخوا مع الجن إلا كان عودتاني بزاف ديال الخليط غادي جيكم مع الجن من الداخل سافي انا غادي نستمر بنفس الطريقة كندير الخليط انفكي بني دار هدوك الفوقعات كنحيدو هكاية من الجن بوحد السباتول غير بشوية وكنقلبو هادا مكان وكي ما كتليكم معطاني الخير وفراكة هادا البيضة واحدة راعتكني سقربا 15 قطع هادو كما كتشوفو فيهم ودراري راه تيحماقو على هادو الوصفات فما الاقضل اننا نصابوهم في الطار هادا هو البانكيك ديالي من بعد ما وجد انتم ما شوفو اهنا ركنو ديجا الدراري كلوم انو يعني كان قدموه كل واحده قدمو باش كي يبغيه ممكن درو كخيم شانتيه مع شوكولات ممكن درو نوتلا ممكن درو اي حاجة بغيتو املو كنفيتور كيبقى على حساب الاختيار كل سيدو تقدمو باش كي يبغيه عائلتا او الوليداتا كنتمنى الوصفات ونعجباتكم اول مره يشوفو القناة اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد متنسوناش من اللايكات باش يوصلك الفيديو الاكبر عدد من المشاهدين والباختاج علاش الله مع الاهل والاصديقاء هادو كاخرين درتليهم شوية ديالشوكولات من الفوق غير هكا لانو الوليدات بغوا شوية ديالشوكولات من الفوق ممكن تقدموه حتى مع الفواكه كي يجي زوين زوين وليد بساف مع الفواكه هكا ولك خيم شانتيه هنقسم لكم حدا باش تشوفو كيفاش يجي من الداخل را كيجي وخاما فيش يزبدة مسفجو مهوي كنتمنى تكون الوصفة عجباتكم خليتليكم مره حولينا في امان الله الوصفة جاي ان شاء الله اسلام عليكم اشتركوا في القناة